وبولاية البيت تمكن عناصر والدركة الوطنية من حجز 146 قنطار من مدة الفرين المدعمة على مستوى بلدية بقطب شمال الولاية تم ضبطها على متن شاحنتين قدمتين من ولاية وهران وأسفرت التحقيقات أن هذه المادة الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة كانت موجهة للمواشي بدل الاستهلاك البشرية ميكروفون محمد بن هرقيل أفراد الكتيبة الإقليمية للدركة الوطنية ببقطب من توقيف شاحنتين محملتين ب146 قنطار من مدة الفرينة التي كانت موجهة للاستغلال البشري وقد قام بذلك صاحبيها بمخالفة قوانين ممارسات التجارية أين قام بتغيير وجهتها الأصلية الامتيازية تم حجز هذه السلاع وتقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لمحكمة ببقطب من أجل مواصلة التحقيق